بس في الفترة الأخيرة يعني اتقل الكلام كده أنه كان فيه موقف ما بينك وما بين تامر حسني موقف ده تامر حسني ده أنت كويس أن أنت سألتيني على تامر حسني أنا تامر حسني شخصيا مش بنعرف بعضي أول أنا يعني جاي ليوم السابع النهاردة عشان شخص هو السبب في أنه يعرفني بتامر حسني اللي هو عادل عبدالله عادل عبدالله أنا بقوله أنا بحب تامر حسني جدا ما أعرفهوش وبقابل فرح بنتي من شهرين كده كتبقا فرح بهم وعلى قد يعني ما عنديش الإمكانات لنا يعني أقول لحد تعالى بفلوس لها ما عنديش وبعدين حشان كورونا عامله يعني على بسين كده بره وميت واحد حدد قليل وبعد عن بعض وكل حاجة ففي وسط كل ده نفسي البنت تفرح بحد يعني فهي بنتي وعليتنا كلها بنحب تامر حسني بس أنا معرفوش شخصيا فبقول لي عادل قال لي لا أتكلمه قلت له أكلمه ومعرفوش لأنا هقول له إيه يعني هقول له ييجي هو بص ممكن ييجي ما يغنيش حتى أنا مش عايز أجهده بس الأولاد يشوفوه ويبقوا فرحة مين فقال لي يكلمه خلاص انت ما انت فحكى لي على الشخصي تامر حسني أنا قلت يمكن صاحبه عادل وبي ايه وبيزود شوية فكلمت تامر وقفلت لقيته هو باتصل ازاك يا سولو بتاع بقيت فرحان انه يعني عرفني كويس جدا بقول له على الفرح قال لي خلاص اكتب عنه فبدأ يسجل الموعيده بتاع لحد الفرح وأنا بقول ايه يمكن هيشغل لانه برضو عنده حاجاته بتاع هيه الفرح ودي حاجة يعني مهما عملت أو مهما قلت في أي برنامج مش هارف اشكر تامر حسني على اللي عمل معي شكرا يك شكرا شكرا